بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله هنشتغل مع بعض دلوقتي في الجزء اللي يخص how to import the models from other programs فتعالى نشوف هنعمل العملية دي ازاي فهنبدأ نقول له new file هنا يجي نختار mil setup وهنشتغل بالمليمتر لان التمرين اللي هعمل له import هيكون dimensions بتاعته بمليمتر وهنقول له انهاء ده هنقول له finish شكرا مش عايزين منك اي شيء موافق طيب نيجي هنا بنقول له انا عشان اعمل عملية ال import لابد ان انا في بعض ال settings الاول اروح اعملها فاروح على import export option وهنشوف اني انا تأكد اني هنا انا اعمل check the box اللي هو center stock automatically يبقى ده لازم ايه you have to check the box اللي هو center stock automatically وبعدين انت على solid import انا لازم برضو اتشيك لهذا import file as that يبقى اقول له ايه تطبيق وموافق الخطوة القادمة اروح على file اروح على كده انا عملت settings اللي انا عايزها اروح على import ومن import هشوف الفايل انا محتفظ بالفايل فين فهبحث عن الفايل اللي انا محتاج اني انا اجيبه وطبعا لازم الفايل اللي انا انتنا بنبحث عنه يكون لي extensions بتاعة الفايلات المقبولة زي extension بتاعة الكاد والسولد ووركس and so on فهو بيوضح لي هنا ان الفايل لابد يكون له احد extension الموجودة زي file AutoCAD طبعا هنهارفين DXF او DWG والIGES والفايلات طبعا تعرف extension بتاعة الفايلات اللي هي بنشتغل بها في الكاد موديلز ان شاء الله في المقطع القادم نبدأ نعمل import للفايل ونشوف هنتعامل معه ازاي شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته